كل إنسان فينا عنده خط حيات بقلبه مراحل مهمة إلى طقوسه حسب كل دين الخط الزمني المسيحي مثل ما عم نشوف قدامنا بيبدأ بالولادة لما بيولد الطفل المسيحي بيجي الكاهن بيقوم بصلاة خاصة حتى تخته بالمستشفى أو البيت ولما بيصير فيها الأم تاخد ابنة أو بنتها على الكنيسة عادة بعد 40 يوم كمان بيستقبلون الكاهن على البيب بصلاة خاصة المرحلة الثانية تقصى اسمه العماد أو المعمودية هي مرحلة أساسية للمسيحيين بترمز لبداية الحياة كمسيحة العماد حفل بيقوم خلاله الكاهن بتغطيس الطفل ثلاث مرات بمي مقدسة وبيمسحه بالزيت المقدس أو الميرون كرمز لولادة جديدة بالكنيسة وبيكون شاهد على هالعماد عرابين اختارهم الأهل ليرفقوا هالطفل روحيا لما بيكون الكاهن عم بيغطس الطفل بالمي مقدس بيقول يعمد باسم الآب والابن والروح القدس للحياة الأبدية وبيكون الطفل شيل التيابه الأديمة كرمز للحياة السابقة وبعد العماد والميرون بيلبس تياب بيضة بترمز للطهارة والتجديد يلي دخله تالت مرحلة أساسية ومهمة بحياة المسيحة هي المناولة الأولى هي مرحلة مهمة تسمح للطفل المسيحة المشاركة الكاملة بالإديس يعني أنه يتناول القربان المقدس لما بيكون بالإديس عند الطواف الأرثوديكسية بيقدر الطفل المشاركة بالمناولة مباشرة بعد المعمودية أما عند الكاثوليك فبتحصل المناولة الأولى على عمر التسع سنوات بيتحضر الولد لفترة زمنية مع الكاهن بيدرس الدين والصلاة وخلال حفر كبير بالكنيسة بيتناول للمرة الأولى الإربان يلي بيرمز إلى جسد المسيح بعدها بيحتفلوا فيه الأهل وبيعطوا هداية ذكرية لكل اللي شاركوا هالفرحة ومن مراحل خط الحياة المهمة لدى المسيحيين الزواج يلي يعتبر سر من أسرار الكنيسة يعني الزواج ارتباط مقدس بيرمز للعلاقة الحميمة بين المسيح والكنيسة بيتعهد الزوجين أنه يحبوا بعض مثل محب المسيح كنيسته وبيتزوجوا بالكنيسة بحفل اسمه إكليل لأنه الكاهن بيحط إكليلين على رأسهم وبيكون معهم إشبينين هن شاهدين على زواجهم